الجماعات والأحزاب كثرت وتتكاثر في هذا الزمن فكيف يعرف المسلم ويفرق بين الصحيح منها والفاسد؟ يعرف هذا بالكتاب والسنة يعرف أقوالهم ومناهجهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فوحق وما خالف الكتاب والسنة فوخطأ أوضل الحمد لله عندنا الميزان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله هو اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أني فنرجع إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فوحق ومن خالفهما فهو مردود على قائله نعم